ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله للتخزين حيث سيتم بشكل رسمي الشروع في استخدامه الجمعة 4 دجمبر وكانت الحكومة قد أعلنت أن عملية التلقيح ستشمل مهني الصحة والمصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها والأطور التعليمية والأشخاص المسنين دو الأمراض المزمنة خاصة المصابين بداء السكر وارتفاع الضغط دات المصادر شددت على أن المغرب جند عشر طائرات لنقل شحنات اللقاح للمملكة من مختلف بلدان العالم حيث سيتم الشروع بنقل اللقاح الصيني والمحدد في عشرة ملايين جرعة وستنطلق عملية التلقيح التي تشرف عليها وزارة الصحة بتنصيق مع الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والمدير العام للأمن الوطني والدرك الملكي الجمعة المقبلة حيث ستشمل حوالي خمسة ملايين مغربي في مرحلة الأولى نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب